اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جمعة 6 ديسمبر 20-24 جمعة مباركة على الجميع ونحب نتقدم بالتعازي لعائلة سامير سليمي زميلنا الرياضي المعروف والعائلة السليمي الكل ان شاء الله رب يرحم ولدهم وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه الله حلقة اليوم تنطلق على يميني الديناصور ديناصور البزار مقدم الأخبار الصديق العزيز حلمي بوزويتع سامح الموش عسلامة وليد نسلموا برشا عن ناس اللي تسمع فينا ولا تتفرج فينا نسلموا على المنافسة اللي مزالت معناها تحاول العثور على 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 درب الشراسة كما يقولوا عندي منجوب عندي منجوب تحاول العثور على درب الشراسة تتحسس خطواتها نحو درب الشراسة شوف شكون يحكي يا وليد جمعتين خاص بنسبة لينا الحمد لله معناها أنا دجا عندي دوسية عليك مشنا حكيتها والواليد بعد الهزائم البارح رجعت ربحت وليد السيد المعد معناها البارح رجعت السلسلة الوردية حمد لله ترجع لبداي رجع فيك بارح بالصدفة ربح مع مريم ساعة وليد نحب أقول ليه تسفر استنى صلاح سلام على وليد عندي منحك الواليد فرحة أنها تواجهك اليوم في تحدي آخر تحدي سارخ تحدي سارخ صحيح زميلتنا في قناة الحوار يسرى المسعود عسامة يسرى عسامة وليد عسامة حلمي وليد نحب أقول لك أنه السيد هذا عنده جمعتين مايربحش جوش تربح مريم بالصدفة لبير حرا صدفة مريم ربحته جمعة الفات ويسعد ديما تربح فيه عجيب أنا سمعت أنه سبب الارتيباك اللي عايش فيه جمعتين هذومة هي قصة حب عجيب وشي حي دجمي أكد لك اللي نحكي فيه خاطر شوفناه شوفناه ريتك ما نعرف وين ومعنيش فيزيد أكثر تعرفني كنجيب لك دوسي هو الموضوع ذي ما يهمش المستمعين ولكن يهم شوية المتبارين قولي عليش خاطر المتباري كيف يشي يختارك المهم جدا أنه يشوف الحالة النفسية متاع الشخص يكون موجود معاه في الفريق معناها كان في كونتاكس تاخر أنا الموضوع ذي شو معتي الخاصر لحظة برك كان في كونتاكس تاخر الموضوع ذي أنا من 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 تعطاش فيه معناها أمور شخصية ما يتهمش المستمع ولكن المتباري يتهم أكيد قول لك أنا أخوي السيد داخلي بعضه فمني داخل كوبة خارج قيام وكان سيدي ولي داخل بعضه في البزار موضوع صحيح قال لي ولي شعات والله يشوك محاولة لتشويش على مسيرتك الذهبية في أنا يا أخي إنسان إجابة بين عمام لي من غير من أنا نحب نحب الحب بيهي شي هكا أه الله حاجة خويس بيه أبارسا الموزيك أحلوة نحب نحب الحب أي نحب نحب الحب معناك بيه كلام جمي أه يولي حافز زمالي هاي بطبيعة يا أخي الحب أه يحافز مش تولي فاشل زاد ها ورجع رجع سلسلة الانتساء رجعنا ودليت أسفر الحمد لله أيكا هوي معناه الأمور من يقلق طمنا على حالتك النفسية شوكنا سيد موقف استقرار أكا واكا ويخا مش نمشي لبيب العسل نحنا في العسل نمشي لبيب العسل تسعة وثلاثين عام مسيح حسين الهدار عسينا حسين حسين مسيح حسين شاوي لك يا حسين حمد لله صحاب خير حمد لله هاي بيت تابع فينا حسين ولا لا حسين شوية شوية بيه معناه أنت تابع معناه أنت تابع مقرر شكون تختار بش يكون في الفريق متاعك كانت تربح في القرع نوعا ما بيه يوقد معنا حسين طلقش تليفون نمشي لحاية الزهور واحد وعشرين عام لنرهان التومي عسيم نرهان عسيم نرهان نرهان شو حولك يا نرهان صحاب خير نبي ماذا تعمل في الدنيا يا نرهان نقح ماذا تقرأ ماذا تقرأ يا نرهان فيناس فيناس اي اوه المالية بديتوا في الكونتابيليتي اناليتيك ولا ما زلت ها موارك واضحة اي نرهان حسين سؤال سؤال عشرة ثواني عشرة ثواني ليعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يكون ذمن فريق حلمي بوزويتا وإلا ذمن فريق يسرى المسعودي بيش نبدأ بك انتي يا نرهان حاضرا نرهان اي هاي هاي نرهان عشرة ثواني جاوبني فيسا يا نرهان والسؤال يقول نرهان سميلي ثلاثة حاجات تقولهم في العرس ورهان مبروك شكرا نرهان شكرا نرهان لكن ليست بالمستحيلة يا حسين هكا أكيد انتي ولد باب العسل نخدم في باب العسل اه تخدم في باب العسل ماكش ما ولد باب العسل ماكش ما تعيش في باب العسل هاي تريبي لا لا باب العسل اخد باب العسل روحهم اه خشينا برش اكيد ايوه ولد باب جديد مش بعيد اه ماكش نيم لا قرابي هاي ودربط يقعد دي مربطة ذاك ربط العربي اه اه يا حسين اسمك جاوبة اقل من اربعة ثواني صديقي يا سوالي يقول سميلي ثلاثة حاجات تقولهم في القهوة اعطيني قهوة تأي سترولات صحيح ترفض ثلاثة ايجابات صحيحة في ثلاثة ثواني ونص احسنت ايا حسين اجيش اقولك مشكي تخسر في طرح رامي ها لا لا ايه صحيح موضوع يا خب موضوع اه يا حسين شكون تختار حلمي و الا يسرى نختار و حلمي حلمي حسين مع سي حلمي الا نورهان مع يسرى مش نمشي مباشرة سوال السرعة يديكم عالبزار حلمي يسرى حسين نورهان تقعدوا تسمعوا فقط شكون بش يكون اسرى عالبزار استنسى حسين اخترتوا مقتناء انت يا حلمي ولا تتبع فينا ولا كيفية والله اه انت ما نقوله اللي كيف انتعر لرجال نحن اكتوال ما اه 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 قصة حب وردية الحد الان وردية ان شاء الله النهاية امتحها وردية خاطر ما كانش تولي نهاية اه لا لا ان شاء الله النهاية باليا ان شاء الله هاي اه رومانسي بيبنا عصره رومانسي فريق رومانسي فريق رومانسي ها بداية القصف العشوائي بيبنا عصره رومانسي نترفع على ذلك وقد عايش على روحك شيخ أمورك هاني رومانسيتنا تسمح لنا أنه نخليوها تقول لي تحبب فلنتجاوز الكلام الحسن خليونا في الموجات الإيجابية هيا حسين حلمي عندكم ثلاثين ثانيا صديقي سؤال على نقطة يا حسين سؤال سرعة عفوا نعفوا نعفوا يبيلي اخذي الأولى سيئة تلمان صرحت معنا خل في الرومانسية معنا في اللواعي الحيلة مورالي هك هاي سيديش كون بشيكون أسرع على البزر عندك حقا نعتذر جلا ملا يا سو كنا نجم نغلطه في الحياة هاي سي حلمي ولا يسرع ديكم على البزر وسوال يقول فننا بريجيت باردو وهي من أصل فرنسي اه يا سي حلمي معاك سي حسين والله يتحايل والله المخرج لأ تنجم تقول تحايلو أما مش ليزم تقول والله مسه الكلمة والله عندكم يتحايلو ايه نحيك يا سيحك قول تحايلو وقول ايش اخذر لي كيب لكل رجالو والله تحايل ما بقى سمحتوني معناها خمسة رجال تباركلا مش اسمها فاما قانون فاما خكاكا مصايبة هي هاي سيدي مخرج هاي حلمي هاي 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 سي حلمي هاي معاك حسين يا حلمي ثلاثين ثاني يا صديقي يلا يا حسين أسوال يقول شنو اسم الآلة اللي استعمالها البريطانيون لفك شفارات رسائل الألمان في الحرب العالمية الثانية من اختراحات استعملوا الصنار وإلا الأوريكا وإلا إينيجما بيه سيحسين إينيجما سمعت بيها قبل تعرفها المعلومة هاي عندي فكرة على المعلومة بالضبط هي إينيجما الكلمة معنىها تعني لغز وإلا حاجة غامدة السونار ذاك اللي استعملوه نظام الرسل البصادية حاجة كي من هكا سواه في البحار وإلا حتى مش يشوفوا الجنين معنى في بطن أمو الأوريكا نعرف اللي فما كلمة من أصل لاتيني معنى استعمالها أرشيميدس وقت اللي يلقاها حاجة معينة قال أوريكا أوريكا ولا يوريكا يوريكا معنى اكتشفتها ولا وجدتها وجدتها أوريكا أوريكا نمشيوا الإينيجما نحن نمشيوا الإينيجما جواب نهائي صديقي حسن كان فهل ربي جواب نهائي بنعمل على ربي شنوه اسم الآلة اللي استعمالها البريطانيون لفك شفرات رسائل الألمان في الحرب العالمية الثانية بين صنار أوريكا والإينيجما اخترتوا إينيجما يا حسن هكا ولا ليه؟ حسن إجابتك صديقي صحيحة بربو نقطة نقطة الحسن وحلمي مزانة سفر من النقاط النورهان ويسرى فريق النسائي خاصر والفريق الرجال المتقدمين الحمد لله بسيليش بسيليش سؤال لو لو هي مرة أخرى يلا يسرى حلمي السؤال يقول فريق كرة اليد قديش فيه من اللاعب ستة ستة انتي حلمي زلت ستة ستة مع القارديان سبعة 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 إينيجانة خاطئة لعب دائرة ومسط ميدان مع القارديان ستة لارير ريسار اللي ليه واللي لي أمين ويسار ويسار سبعة لاعبين وانتي شعوبت ستة ستة شعوبا اه يلا يسرى عندك الأولوية معك نورهان يلا يا نورهان نورهان نعم عندك 30 ثاني يا نورهان سؤال على نقطة السؤال يقول نظام تصنيف يتسمى نظام تصنيف دوي العشري لأي غاية نستخدموها النظام هذي الاقتراحات قياس حرارة الأرض تصنيف الكتب ولا تصنيف الأحجار الكريمة نورهين عندك فكرة قياس حرارة الأرض تصنيف الكتب وتصنيف الأحجار الكريمة لا نصور حرارة الأرض تصنيف الأحجار الكريمة نمشي الكتب نمشي تصنيف الكتب بزارة ملاب بزارة ملاب هل تمشي معي نورهين؟ نعم نورهين أجاوبك نهاية نورهين بش تباحة ولا؟ نعم نورهين بش تصنيف كتب رغم اللي قاعدة تجاوب بالزر أنا بدي ما فهمت سؤال لا تبعني 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 نظام تصنيف نظام كلاسيفيكاسيون ديسيمال دوي نظام تصنيف دوي العشري لشنو هذي نظام هذي استعملوه؟ بش نحيصو بي حرارة الأرض بش صنفو بي كتب وإلا بش صنفو بي أحجار كريمة طبعني نورهين انتو مخترتو تصنيف الكتب هل مشنو كنت جوا؟ هاي تصنيف الكتب معروف على الأخير لمحالك إجابة صحيحة برافو تصنيف الكتب يقولوا إنه من أشهر من أقدم وأشهر الأنظمة متع تصنيف الكتب في المكتبات في العالم نظام عشري علش يقولوا عشري على خاطر العلوم الإنسانية حسب المصنطات كل واحدة مقسم العشرة أصناف والعشرة أصناف هذي يتقسموا العشرة وحسينوا هيك دادا وليك حتى بالعشر يخص بالعشرة بالضبط هاي سيتيحان نقطة التعادل هناني ابناني جيتهم مبروك 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 سؤالي بشفصل المباراة حلمي بوزويتا يسرى السؤال يقول الكوشري هي أكلا معروفة فيه مصر مصر برافو حلمي وانا نزلت وانا انتي نزلت وانا نزلته يبشي سورا وين كنت الأسرى الحمد لله انتي كنت الأسرى يا حلمي يا حسين حسين نمعك ثلاثين ثانيا يا حسين جاوب صحيح يا حسين مبروك عليك الدور النهاية يا حسين والسؤال يقول شنو اسم أكثر بلد آمن في العالم لسنة 2023 الاختراحات بورتغال سويسرا والايسلندا حسين شنو اسم أكثر بلد آمن في العالم لسنة 2023 عن ايسلندا سويسرا ولا بورتغال تعرفش انتي والله ما عنديش فكرة واضحة عمنا نتصور بلسلندا حتينا نشوك بين سويسرا وايسلندا حتم ايسلندا فيها كثافة سكانية معناها مش كبيرة برشا نتفكر اخر مرة في 350 الف حاجة كي من هكا حتى نصف مليون ما يوصلوش وبلاسة معناها بيردة وبعيدة حتى المهاجرين ما منتصورش يحبوا يستقروا فيها برشا رجح ايسلندا اه يا صديقي حسين جوابك نهائية حسين تبعلي اجابة نهائية عندك نهائية بالنسبة لكامتعنا ايسلندا اختاره ايسلندا نمشيه في نفس الاختيار متع سحلمي في نفس الاختيار متع سحلمي انا تبعته دجا انا هو تبق واندي تبعته كما نقول هو لوجيك واضح في بلاسطن والتحاليل المنطقية مش دي مسحيحة وفلس لا يمت عنده الالهام اي فهما مصدر الالهام مدين من الالهام ساعت ما كتعرف تعطي موجة ايجابية وموجة ها تعطيك شحنة موجة ارض جوه ومساعات تعتك موجة تعتك تسونامي يضربك تسونامي موجة ايجابية المهمة ربي بعدنا على تسونامي اخرى دينار نخليلك كلمة الختام نورهين على شكمتها تسلم بارشا بالنجاح والتوفيق ان شاء الله حلمي بوزويتا مرحب يلا مع وليد زرياط على اي فهم احلى احلى رجيو مازلنا وصير معكم حتى للخمسة متعة العشية نمشي للروندة الثانية مباشرة من منزل شيكر لسلمة زيديع سلامة سلمة سلمة ألو أشاهوه لك يا سلمة عمدوا لله السحب خير سلمة ألو حاضر المباراة سلمة 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 تسمع فينا أولي سلمة بلاينا عاودوا نتصلوا بسلمة مرة أخرى نمشيوا للعوينا ألفا خمير عسيمة يا ألفا عسيمة ألفا عسيمة ألفا ساحب خير ألفا خدمة أو فدار يا ألفا والله فدار فدار مانا كبالت أخذ مرة واحد ولا كونجي هنا ليه مزايفة سيحضروا هنا أخرج أوه شي كبير ما نعتذر ولا ألفا ما نشدوكش برشا توليه ليه فيسا فيسا مراقبة مكيا مراكبة خارجة سيحلمة فما تقوس يلزمها تحترم يلزمنا نزربوا احنا شوي فروند خلنا نرجعوا لسلمة سلمة سلمة نعودوا نتصلوا بها بالله سلمة في الأثناء بش نبدأ مع ألفا القرعة لطولين تحصلوا على سلمة يلا يا ألفا عشرة ثواني مطالبة نكتعطيني ثلاثة إجابات صحيحة ألفا السؤال يقول ألفا سميلي ثلاثة حاجات معروفة عليهم الشتاء شفاج شفاج البست البناء صحيحة برافو ألفا في خمسة ثواني ثلاثة إجابات صحيحة نمشي ولا سلمة موجودة معنا سلمة سلمة موجودة ولا سلمة قبلك مهاش تسمع فينا ليه هي كيف اللي في موضوع سلمة سلمة نعم ريقي شيحتول يا سلمة أنا معكم دوهك أنا عملي حاضر السؤال يا سلمة سؤالي يتفضل لا يسألك لا يتفضل يا سلمة سميلي ثلاثة حاجات تلقاهم في دار أي تونسي ألو يا سلمة سميلي ثلاثة حاجات تلقاهم في دار أي تونس يا سلمة سلمة أي حاجة 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 يا سلمة سمي سمي وش عليك أي حاجة تلقاهم في دار أي تونسي أي حاجة تلقاهم في دار أي تونسي أي حاجة أي حاجة أي حاجة ألفة كانت أسرع منك يا سلمة دوق ألفة بيش تختار حلمي وإلا يسرع شكنت تختار يا ألفة أتفاضح لأ ألفة مع أسي حلمي يسرع معك سلمة نمشي مباشرة إلى سويل السرع يديكم على البزر حلمي يسرع سويل يقول في الرياضيات الزاوية المستقيمة قدش تساوي من درجة بالتبع على 180 180 180 درجة والزاوية القائمة 90 والزاوية المنفرجة 180 180 الزاوية المنفرجة سيحلمي أكثر 180 الزاوية المنفرجة هي أكثر 190 الزاوية الحادة أقل 190 آه أوكي يسرع معك سلمة سلمة ثلاثين ثانية أسوال على نقطة تشاور انت ويسرع تعطيني الإجابة قبل ما يفعل التوقيت أسوال يقول شنو الرمز الكيميائي للأزوت الاختراحات حرف الان وإلا أن إي وإلا أن أ شكرا أن سؤال ثاني ثاني قال لك أن إي سلمة 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 نحي لو بغلور سلمة 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 كلمة لاتمحو كلمة لا والله باي قوي لي جز صوتك وقارب تليفونك والرمز الكيميائي للأزوت هو حرف الان كيما قالت يسرى منعتك وجابت نقطة برافو يسرى ايه اسمعت هذية ايه اسمعت اللي انت اخذت نقطة يا سلمة يا سلمة باي انت في الكاميونة باي انت في الكاميونة بايه 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 باي عندك نقطة عندك نقطة يا سلمة ايه ولا اللي ودي بايні اسمعت زغريت TIME من الكاميونة زغريت hard journey اه ايه اس secured والله العظيم جيت والله لم خالت ليش في قلب ت Bhagavad سلمة الله المستعين يا سلمة الله المستعان عاما نقطة سلمة ويسرة منزلنا سفر من النقاط nio والألفة وحلمي سويل لو لوي مرة أخرى السؤال يقول لشبونة هي عاصمة البوتوغال المزروغ لا إجابة شوي قسرت آه يا ألفة ثلاثين ثانية يا ألفة سويل على نقطة يا ألفة أركز شاور أنت وعمك حلمي تعطيني الإجابة قبل ما يفت توقيت والسؤال يقول في أي بلد أوروبي نلقوا تمثيل شهير من البرونز على شكل حورية الاقتراحات ألمانيا، الدنمارك ولا إسبانيا يا ألفة ماذا؟ مدام ألفة؟ نعم تعرفش في أي بلد أوروبي نلقوا تمثيل شهير مصنوع من البرونز على شكل حورية هل هي إسبانيا ولا الدنمارك ولا ألمانيا؟ أعندك شي معلومة والله هي شو حتى ما عنديش المعلومة لهنا منك دبش عليك أما الرجح ألمانيا بحكم أنهم عندهم فازات الخرفات والأساطير وكذا واحد والحورية متاع البحر معناها من الخرفات والأساطير وبطبيعة أنت اللي جبهة نهائية عندك أي ألفة حلمي قادي جاوب بالزهر بالزهر حلمي قادي جاوب أي تحليل تحليل ألماني أي ألفة قالك تحليل ألماني عمل إسبانيا ألمانيا ولا الدنمارك ألفة أولا هي نقول ألمانيا زادا جاوب نهائي يا ألفة شنو أرايك سي حلمي أي أنا وفاعلي الوقت وفاعلي حلمي سي تحكي معايا أنا وفاعلي روح حلمي أي ألفة جاوب نهائي آآ أي شنو أرايك نقوله نهائيا نهائي نهائي يا ألفة آآ أي ما تخوفني نهائي نهائي يا ألفة آآ شنو أشنو أقولك آآ قولي ما أقوله ش إسبانيا زعمها آآ آآ طو بش تعطيني الي جاباك آآ أو في الوقت آآ آآ إسبانيا بي إسبانيا جوابك نهائي في أي بلد أوروبي نلقى تمثال شهير من البرونز على شكل حورية حسب رأيك عطيتك فرصة ولا فخ يا ألفة فرصة أولا ما نعف حسها فرصة فرصة بالقوي مش تعطينا فرصة ببعض أعطيتكم فرصة أعطيت هيركم آآ في اللواعي آآ 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 في أي بلد أوروبي نلقاو تمثيل شهير من البرونز على شكل حرية ألمانيا الدنمارك إسبانيا وكان رمزا لمدينة كوبنهاجن للأسف لإجابة خاطئة هي الدنمارك لا هي ألمانيا ولا هي إسبانيا لا هي ألمانيا ولا هي إسبانيا وحطوها التمثيل عام 1913 هاي حلمي ضيعت فرصة ضيعت نقطة نقطة عندكم نقطة لا يسرى ولا سلمة سؤال لو لوهي مرة أخرى سؤال في المتناول وسؤال يقول ما هو عكس السالب الموجب الموجب برافو حلمي هو أسرع منك شو نعم هو أسرع منك والله يمزلت ينهلي فهمها مشكل والله يا أخوة يا ذي خامة وجوابت قبله إذا أحتيتوا لي جايبة والله يخاطي خامة مرسي مرسي سيحلمي تفضل لك الأولوية معاك ألفا يلا يا ألفا ما تضيعش الفرصة المرى هذه السؤال يقول شكون الممثل التونسي اللي جسد شخصية الماريشال عمار في عام 1967 سي حمده بن تيجاني ولا سي رمضان شطا مادام ألفا رحمه الله رحمه الله رحمه الله شكون الممثل التونسي اللي جسد شخصية الماريشال عمار في عام 1967 هو موش الهدي السمدالي موش رمضان شطا هو حمده بن تيجاني اللي يرحمه والله يرحمهم جميعا نقوله حمده بن تيجاني متأكد مده اي اوكي نتابعك سي حلي يوب نهاية يلفا يوب نهاية شكون الممثل التونسي لجسد شخصية الماريشال عمار في عام 1967 بين السي حمده بن تيجاني سي حمده بن تيجاني ولا سي رمضان شطا رحمه الله اخترتوا سي حمده بن تيجاني والإجابة صحية كيستيون براج السؤال اللي بشوف صرف علينا المباراة يا عندك يا عنده يا حلمي إذا كان واحد من اللي كرونيكور خذل أولوية المتباري اللي معاي يجيوب صحيح مبروك عليها الدور نهاية يجيوب غالطة تم تيكمال الفريق المنافس يمر للدورة النهاية حلمي بوزويتا يسرى السؤال يقول شكون بطل فيلم فردة ولقات اختها اه لا لا نتكلم بصوف لا 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 الشخصوية لاخر لا منا جمش نعرف عن شخص احنا كل شعي نحكي العاضب ما شعلش ما عرفش طوي 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 الطوي ناجم لا ليene مش روي ناجم يكونك يتنزلوا فرد وقت فرد式 فرد وقت مع synchronicزا ini sociedade synchronicزا رجع لي البزيرات سي سلاي تفضل سلاي تاخذ وقتك تفضل ها بنمشي للمفوترافيك ونرجو لكسلي من النورمال ها ذالي نمشي للمفوترافيك نمشي للمفوترافيك ساد المخرج بنمشي للمفوترافيك وتارتيحة صغيرة مع البوب ورجعين الاربعة وطمانية واربعين دقيقة علي فهم احلى يا راديو مازلنا واصلنا معكم سلمة من منزل شاكر ألفا من العوينة دونك مش نمشي لكسيون براج مرة أخرى سوالي بش يبصلف علينا المباراة حلمي يسرى شكوم بش يكون أسرع البزير والسؤال يقول شنو الشكل الهندسي اللي يحتوي على ثلاثة عضلاع يش الله عندي المثالث المثالث جاوب صحيح المثالث جاوب صحيح برافو حلمي معك ألفا يلا يولفا ثلاثين ثانية جاوب صحيح مبروك عليك الفينال يا ألفا تجاوب غالطة تماتيك موصل ما تمر للدور النهائي حلمي ألفا السؤال يقول في أي قرن تم استعمال العدسات اللاسقة للعين لأول مرة الاختراحات القرن الثامن عشر القرن التاسع عشر وعلى القرن العشرين ماذا؟ 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 في أي قرن تم استعمال العدسات اللاسقة للعين لأول مرة؟ القرن الثمنتاش وعلى القرن التسعتاش وعلى القرن العشرين عندك شي معلومة انتي؟ واسعيب شوية لما حال السؤال؟ أمان هو الثمن عشر ولا الثاسع عشر ولا العشرين أنا أقول لتسعتاش بك بيع الإجابة النهائية عندك انتي آي ألف خير الأموري أوسطها دو أنا أمب الله تسعتاش القرن التاسع عشر في أي قرن تم استعمال العدسات اللاسقة للعين لأول مرة القرن الثمن عشر القرن التاسع عشر ولا القرن العشرين جاوبتو القرن التاسع عشر والإجابة يا حلمي صحيحة برافو مبروك عليك الدور النهائي يا ألفا مبروك عليك الفنائل يا ألفا نتلقاوا بعد شوء يا ألفا خلي ندري فونك محلول سلمة لغالب يا سلمة تعاوا تشارك معنا مرة أخرى يا سلمة لي نتربح ما نسايبوك لي نتربح يا سلمة نسلم عليك ونخليلك كلمة الخطية معلش كنت حاب تسلم يا سلمة عاي علش كنت حاب تسلم يا سلمة ما نش نسمع فيها سلمة ما يش تسمع فينا نسلم عليك برشا يا سلمة ونسلموا من خلالك للمرأة الريفية الكادحة للفلاحة نسلم عليكم برشا وتريق السلامة وحلمي بوزويتا روندا ثانية تنتصر فيها الحمد لله برغم المجهود طفلة معاش نجم بتنفس والله كان معناها تنافس وليت ما ترمي في اللوم على البوزو قول قول بي كان تنافس شديد الآخر لحظة الآخر سؤال عجيب والله لكن لكن هذا ما يمنعش إنه فما محاولات كبيرة للتأثير واتهامات باطلة معناها وصل حتى سيد المخرج التخني معناها تليم تحية لي تخلوا وضح برشا نقاط وقال راوا البوزور متاحة جديد راوا بيليت وجدد معناها ممكن بيكلموا كل صحيح جوست عندي سؤال الطفلة قالت خيروا الأمور أوسطها شنو جوابها هو ونعمة بالله فصل نش يقصد كل شيء معناها شمدخم خيروا الأمور أوسطها بلليه وليه تقول الحق ونعمة بالله خلوين هذي محاولات خلوين محاولات تأثير جنبيا وتشويش خلوين ميسيلش ميسيلش كل شيء انتي صحيحة احنا غلطين المهم نحنا نربحه فيه في الأخر سحيت سحيت خلي مورالك مزوز يالا سيدي توال ستمية توال وواحد ديس بعد شوية تدور النهائي بين حسين وقل فاشكم بشيرواح بالألف دينار بعد شوية مكملين في إلعب يلا مع وليد زرياط على إيافهم أحلى غاديو لاربعة وثلاثة وخمسين نتخيق علي في محلى راديو مزيلا ونصير معكم حتى للخمسة متلع عشية حسين من ببلعصل ألفة ملاعوينة حسين شاركت مع هلمي ألفة شاركت مع هلمي دونك شنا عودوا القرآن منولو جديد نبدأ بك أنت يا حسين عشرة ثواني صديقي السؤال يقول حسين سميلي تذهب حاجتنا القاوم في دار العرس دار بوك طار و بندية صحيحة دار على الفرقة كلها جاثة إيجابية صحيحة في أربعة ثواني بربو حسين نمشي ولولفاي ألفة حاضرة وي حاضرة يلزمك جاوفي أقل من أربعة ثواني ألفة السؤال يقول ألفة سميلي ثلاث حاجت نطيبوهم في العروسات ألفة سميلي أجينا ملوخية أولا معلمة ملوخية في العرس تبقى سوية لحظة 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 أي أي نجمة ظهروا للمشا عملوا فطور ملوخية والا العظيمة في سبرهم يا عمرو ملوخي عاجي في سبرهم عندهم نه الحنة أما يطيبوها قبل نه الحنة نه الحنة نه الحنة بل بنهار مني بشي عشي ولي بل لابن مش يبدال ل الدنيا خاضرة بذب بذب بله هنا بها يا ألفة ألفة حسر عظاهر لي من عمك حسين ألفة لكي الاختيار تواصل مع حلمي وإلى يسر آيف ليسو حلمي تواصل مع حلمي ألفة مع حلمي حسين مع يسرى تعطي فيه في القيمة ثقافي مش زيك بخوي يركز بالكثير وإن شاء الله نكونوا على قدر المسؤولية على قد كلمة مشيو وبلاي حبيت نزيد نوضع حاجة لحظة وهو من باب الاحترام معنا محليها ولفة مشيو حلمي مشيو حلمي نحب نزيد نوضع حاجة على كلمة ونعمة بالله ونعمة بالله معناها ديك الكلام الحسن والكلام الجيد معناها المراد منه ومدح صيفة الله اللي هو صاحب النعمة معناها ديك ونعمة بالله آية فردوس ألفة مع تواصل مع استنى قتلك سيدي تواصل مع حلمي حسين مع يسرى نمشي مباشرة سويل السورة عاديكم على البزار يسرى حلمي أسويل يقول أقوى عملة في العالم هي الدولار البيتكوين لا يا بابا الدينار الكويتي آآ مفضل هاي مردو هاي يلا يسرى ليهنا النجم قول البيتكوين آآ أقول على روحك آآ يسرى ونعمة بالله ما زي ما ونعمة بالله ونعمة بالله لا لا في تونس ماناش مستعرفين به وي مايش نوع دون عايش خوي ما تتحدانيش في الاقتصاد ما تحدانيش دار عليك آآ يسرى معك معك ألفة انت هك ليه معك حسين آآ يحسين ثلاثين ثانية صديقي سويل على نقطة السؤال يقول حسين وضع نظام كتابة براي لجعل القراءة ممكنة لي الاختراحات الصم ألبكم ولا المكفوفين المكفوفين إن شاء الله المكفوفين حسين متأكد كنت أعرف براي براي بك انت متأكد ولا جث معلمة كيينة نعرفها خزاركم مادام آآ يا حسين حسين جوابني هي صديقي مكفوفين مل كنت أعا بربي جوابني هي ماش تباحه برشة حسين مكفوفين مكفوفين تفلسف فراهي تنجم معني تعمل كفحيت وضع نظام كتابة برايلي جعل القراءة ممكنة للمكفوفين إجابة صحيحة إن شاء الله يا ربزي يكون أجرم عند المولى سبحانه كل شخص تحرم النعمة من نعم الحواس اللي نشوف ونحسوها إحنا طوى البصر نعمة السمع نعمة الكلام دونك اللي تحرموا منهم ولا إن شاء الله عند ربي خير حلمي بوزويتا الصديقي عندهم نقطة مبروك الجماعة يوصلوش يتوصلش للعين وما تشرب بش أنت كل المثالة ذاك يقولك يوصل للعين وما يشرب يالا سويل ولو يا مرة أخرى حلمي يسر سويل يقول في أي مدينة إيطالية نلقاو البرج المائل مدينة بيزا بيزا جواب صحيح برافو في فلي فما فار والله فما فار فما فار فما فار وليه مخرج مستحيل يعطي لي شنوه قد تكلموا تكلموا فما فار فما فار فما فار حلمي ونعمة بالله آهو فما فار تغربي ينشراء آيوة فما فار صديقي الله غالب آي يسر حسين فرصتكم بش تفوزوا بالألف دينار حسنوف يلا صديقي حسين السؤال يقول شنوه اسم صغير الثعلب من اختراحات الجرو الهجرس وإلا الجرموز حسين جرو اللي shark الهجرس الهجرس جواب نائي صديقي ان شاء الله شنو اسم صغير الثعلب بين الجر والهجرس ولا الجرموز اخترتو الهجرس والاجابة يا حسين صحيحة مبروك عليك 1000 دينار من اهديات تسالات تونس مبروك عليك حسين مبروك عليك مبروك عليك سي حلم بتحب تقول حالنا ألفا مبروك عليك باندا شاقيمتو 100 دينار من اهديات تسالات تونس مبروك عليك مبروك عليك ألفا ان شاء الله فورسة أخرى حلمين بوزويتا مرسي بكو يوسرا مرسي بكو سوفيان بوليل في الاخراج محمد شاعة في الاعداد سلايد سوفيان فريق افم تي بي نسلم عليكم برشا نتلقاو نهار الاثنين ان شاء الله في نفس التوقيت رقس نماز كل باي باي